هذا الإطار مع الآن في الستوديو زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي أهلا بك ومرحبا يا عصام من بين الأنباء التي طلعتها قبل قليل هو ما قالها وزير الدفاع البريطاني على ما يبدو هناك خطط بريطانية لنشر الثمانية ألاف جندي بريطاني للمشاركة في مناورات عسكرية تعقد في أوروبا هل نعرف أي تفاصيل حتى لا نعرف التفاصيل الدقيقة حول هذا الموضوع لكن بريطانيا تأخذ دور طليعي أو متقدم في الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال تسليح الجيش الأوكراني ومن خلال محاولة حث الدول الأخرى على المشاركة في الجهد الحربي الغربي حتى خارج الناتو أحيانا هناك حديث عن أمور قد تقوم بها دول بعينها خارج إطار الناتو لكن الجانب العسكري إلى حد كبير هناك تنصيق بين الدول الغربية على أعضاء في حلف الناتو حول الدعم العسكري لأوكرانيا لكن هناك تباين في المواقف نرى مثلا أنولات المتحدة وبريطانيا تتخذان موقفا أكثر تشددا مع روسيا في حين مثلا فرنسا وألمانيا تتخذان موقفا أكثر ربما مرونة أو رغبة في عدم التسرع أو ترك الباب مفتوحا أمام حل دبلوماسي لكن هناك تصريحات قوية من وزير الدفاع البريطاني بين وليس ووزيرة الخارجية ليز ترس حول أن هذه المسألة أوكرانيا ستأخذ الكثير من الوقت وعلى الغرب أن يستنفذ كل الخطوات اللازمة القادرة عليها من عقوبات اقتصادية ودعم عسكري وجهد دبلوماسي من أجل إنهاء هذه الأزمة وأيضا هناك حديث عن أن انتصار أوكرانيا يعتبر هدفا استراتيجيا للغرب طيب في هذه الأثناء هناك أيضا تقارير متواترة عن اعتقال الجيش الروسي لعملي غاثة في أوكرانيا هل تضحت الصورة؟ هناك أيضا خبر عن مقتل مواطن بريطاني واختفاء ثاني؟ هل أوضحت الخارجية التفاصيل على الأثناء؟ حتى الآن البيان مقتضب هناك شخصين من العاملين في الجمعيات الخيرية التي تقدم الدعم للاجئين قتل تم احتجازهما أيضا هناك مقتل بعض أو شخصين على الأقل بريطانيين كان هناك في السابق أيضا حديث عن مقتل بعض البريطانيين الذين ذهبوا للتطوع للقتال مع الجيش الأوكراني إذن هذه الصورة هناك الكثير هناك مسلحين أو متطوعين من دول أخرى توافدوا على أوكرانيا خلال الفترة الماضية للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية لذلك هذه الأخبار أصبحت ربما عاديا نسمع عن مقتل بعض هؤلاء في المعارك أو في القصف الروسي شكرا لك جزيل شكرا زميلي عصام أكريمي ومراسل بي بي سي شكرا جسيلاني عصام شكرا لك